دلوقتي ظهرت في الأيام دي مشكلة بيعاني منها ناس كثيرة جداً وخاصة الشباب وهي الجانيكوماستيا أو تراكم الدهون في منطقة السدر تمام يعني عايزين حلقة تكلمنا أولاً إيه الحل لأن طبعاً مهما عملوا رجيم بيخصوا بتبدل منطقة السدر كبيرة وإمتى نلجأ للجراحة هو طبعاً هلازم نؤكد على الناس إيه ليه المشكلة دي ذهب؟ يمكن دائماً أنا برجع أقول المشكلة دي مشكلة حديثة في مصر ما كانتش موجودة مثلنا لما منشوف أبلام التركينات والخمسينات وحط السبعينات ما كناش بنلاقي الممثلين اللي ما بيطلعوا الرجالة ما بيطلعوا في الأكلام وعندهم مشكلة التسجي دي مش موجودة خالصاً لنوعية الأكل بتاعتنا تغيرت وانت طبعاً يعني أستاذة كبيرة في الموضوع ده وترمها الثالث الناش تاكل فاست فود أكثر والفاست فود ده ساعات بيبقى مواد مجهولة المصدر بيبقى فيها بعض الهرمونات طبعاً خلاخ وغير معلومة المصدر وبيرجرز والحاجات الجليبة دي ودي بتحتوي على نسبة هرمونات بتساعد على خطوص التسدي في الرجال التسدي درجاته من صفر يعني ما فيش حاجة خالص لواحد فقط موجود حوالين منطقة العالة والحضرة لاثنين لمنطقة أكبر وثلاثة واربعة لحد ما يصل إلى درجة رابعة ودرجة خمسة اللي هو بيبقى شبه فادي المرأة بالصدر المشكلة دي زي ما كنا نتيجة لتراكم الكرمونات مع السنة يعني حاجتين خد بيأكل أكل غير صحي وفي نفس الوقت بيأكل بإفراط العلاج هو إن احنا بنعمل عملية من اتنين بنعمل عملية شفط الدهون فقط لما يكون مثلا في درجة ثانية أو في درجة ثالثة ويكون الولد شاب سنه صغير 18-19 الجلد بتاعه مش متراهن وبالتالي لما أشفط المنطقة هيحصل إن الدهون دي هتختفي تماما وهتبقى الشكل كويس إنما لو كان بالدرجة ثالثة أو رابعة فشفط الدهون بس مش هيكون كافي وهيكون نتيكتو إنه يحدث تراهل في الجلد وتراهل الجلد لوحدة يبقى لازم إن احنا نكون مع نفس العملية بتاع الشفط استقصال الجلد الزائد يبقى إذن العملية ما نقدرش نقول إن عملية موحدة لكل مريض لكن إحنا بنحدد العملية كل عملية على حسب المريض أو زينا بنقول دايما لكل مقام مقام دكتور عمر هل في مشاكل معينة تمنع أي مريض إن هو يعمل العملية دي؟ لا مفيش مشاكل بسعادة نعمل العملية دي في الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة بنعملها حتى بمخد الموضعي حلو عوضي إنما لازم الدكتور المتمرس بيقدر برضو عن طريق شفط الدهون إنه يشيل كمان جزء جميل لغدة حارفين لغدة بتاعت الرجل الرجل والمرأة عندهم غدة الثالثة في المرأة قبل سن البلوغ بتبقى الغدة دي حوالين منطقة الهالة والحلمة نفس الغدة دي تبقى موجود في الرجل عند منطقة الهالة والحلمة لما بنيجي نعمل شفط ويبقى فيه نوع من التكلس أو انتدائج يقوم بالمنطقة بنقدر نحن مش خطها في معظم الحالات لكن لما يكون الكمية كبيرة بنضطر إن إحنا شعاتنا بزحف جراحية بجرح بسيط حوالين الهالة إنما أنا دائما أفضل إنه بالجرح بتاع جرحه بغير واحد فوق عظمة القصر وحيث إنه أقدر أشهد السادي الأيمن والسادي الأيسر من فتحة صغيرة غير مرئية ولو ظهرت هتبقى ظاهرة زي ما يكون دمل أو حاجة فتحت ونجد صغيرة ما داشت تمام دكتور عامل المشكلة بقى بارتو عند السيدات فيه سيدات كتير جدا بيعانوا إن منطقة الثادي كبيرة قوي لدرجة ممكن تجعلهم ضهرهم وبتسمي المشاكل طبعا دي طبعا حاجة مشكلة كبيرة جدا لأن الوزن الزايد في منطقة الثادي بيؤدي إلى نوع من الأنواع زي ما حاجت فضلت وقلت نوع من أنواع المشاكل على العمود الفقري بتاع المرأة بالذات في منطقة الرقبة ومنطقة الصدر وده سعادة بعض الحالات بيؤدي للزلاج وضروحي بالإضافة إنه فيه مشكلة تانية هي منطقة التعرق تحت الثادي بيؤدي التهابات كثيرة جدا الوزن الزايد لما هي تيجي اثنان لما تيجي اثنان على ضهرها ممكن يبقى وزنه تقيل أو الدرجة المعيح مدرش اثنان جير على مخبتين أو ثلاث فده احنا غير طبعاً إن العلامة تحت حملت الصد بتولهي بضهرها وبتولهي بالمنطقة اللي مبينة الكتفين كل الكلام ده لازم بنستعيد عنه بعملية بنسميها عملية تجميلية لتظهير الثادي هي عملينا نحبها نسميها عملية تجميلية وظيفية وليس التجميلية فقط وغاية في الأهمية يا دكتور سوري القدر طبعاً طبعاً يا ركتورة مهد طبعاً يعني هدفنا إنه نصغر حجب الثادي ونحافظ على وظيفته يعني ما نمنعش الثادي ده إنه تستعملوا المرأة في الرضاعة وكمال نحافظ على الأعصاب بتاعة المنطقة الحلمة والهالة المنطقة العصبية في المنطقة دي أو الضفيرة العصبية اللي اتصل للمنطقة دي منطقة مهمة جداً بالنسبة لأنوصة المرأة وكمالها كثيبه طبعاً إذن الهدف هو وظيفي وتجميلي نحافظ على الشكل ومنحافظ على الوظيفة